اشتركوا في القناة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وأكد رئيس مجلس الأوقاف السنية أن هذا التوجيه السامي يؤكد نهج جلالة الملك المعظم في دعم العمل الخيري بمملكة البحرين والأطر والآليات كافة المعززة للتلاحم والتكاتف المجتمعي وعرب الدكتور الهاجري عن تقديره وامتنانه لدعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل الخيري والإنساني في المملكة والمبادرات الإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي ونوها الهاجري بالأدوار الحيوية والمهمة التي تطلع بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومساعيها الدؤوبة لترسيخ مكانة مملكة البحرين على خارطة العمل الخيري من خلال المساعدات الطبية والإغاثية وإنشاء المؤسسات التعليمية والاجتماعية والتنموية في الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض للكوارث والأزمات والأزمات الآن الذيmirحل تابعا في الشئ التعليمية وليس الصعيد احا�도